بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشتراك المرسلين اليوم نبدأ شابتر 7 لكتشار 1 هذا الشابتر بعنوان Importing and Exporting Data معناها Importing لو عندي بعض الداتا مثلا موجودة عندي على الأكسل مثلا عندي عمودين ودي أجيبهم من الأكسل بعملهم Importing لو أنا عندي بعض الداتا عندي X فيها قيم و Y فيها قيم ودي أبعثها على فايل أكسل من ضمن بعض الفايل والأخرى أعمل له Exporting أصدره له وطبعا هنستخدم اللي هو السايف في هذا الليكتشار والload commands السايف بحط الأمر سايف أفتح قوصة وحط ال Name اللي أنا وديه File Name ايش يسوي هذا Store يحفظ All Variable كل الفاريبل الموجودة في ال Current Workspace في File Not File اسمه ايش اسمه File Name اللي انت أعطيتونه هنا داخل القص لو كيف أجيب هذه Data مثلا أنا حفظتها في هذا الفايل اللي اسمه File Name كيف أجيبها أستخدمها اللي هو Load الأمر اللي هو Load يعني أجيب لي هذه Data اللي موجودة في هذا الفايل Name Load the Variable from that File نشوف مثال لاحظ هنا أنا عندي X قيمتها من صفر إلى 100 هذا صف صح لكن إذا حطيت له هذه الإشارة اللي هي أباستروف يصير على الشكل نقلوه يصير على الشكل كأنه عمود يصير عمود يعني عمود X من صفر إلى 100 هشوه العمود الثاني X equal X square سكوار هذه عارفين dot هذه عارفين ليش لأنه هنا في أكثر من عصر إذن لازم dot عشان يعملها على جميع العناصر الموجودة فيه ال X إذن ال Y هي X square أشياء ال F ال F هي X وال Y الاثنين يعني حط ال X جنب ال Y يعني اللي هم هذول الاثنين اسمهم إيش اسمهم F إذن كم عندي variable في ال Workspace X وال Y وال F أيش سوى فيهم انت كان لك هنا تقولوا أحفظهم في فايل اسمه exp1 وهو يحط لك dot mat من عنده من هنا وبالتالي هنا سنجاوب على السؤال اللي هو يقولي أسنين نحط له كل ال variable name الموجودة في ال Workspace حطها له في فايل واحد لاحظ هنا ما عندي شغلة اسمها exp1 سي ما طلبني ما في فايل هنا لما ننفذ هذا البرنامج اللي شفناه من شوية لاحظ سيضيف هنا فايل اسمه exp1 dot mat لاحظ exp1 dot mat إذن عرفنا نحفظ هذه ال variable name الموجودة الموجودة في ال Workspace حفظناها في هذه exp1 dot mat كي ممكن نجيبها زي ما قلنا نستخدم اللي هو الأمر load ونقوله exp1 ما نحتاج dot mat exp1 على طول يروح يجايبه مننا لكن أولا المفروض أعمل له clear clc علشان كأن نفاتح الفايل هذا من جديد يعني فبقوله هنا أعمل لي load أكتب هنا على طول لاحظ أنا ما حيتم ال Workspace لكن على طول نفذ قلت له أعمل لي load exp1 راح يجاب لي كل ال variable name اللي موجودة به إذن بهذا الشكل ممكن نستخدم السيف إنه نحفظ نستخدم اللود علشان نجيبه هنا كنا نتكلم عن كل اللي موجود في ال Workspace هل هل ممكن نعمل تحديد مثلا ال F بس ما بد ال Y و X بدي بس specified variable only specified variable بس اللي أنا أحددت ال X وال Y أو F وال Y أو أي واحد منهم specified variable name نفس المثال اللي كان عندنا من شوية لكن هنا لاحظ هنا قلت له الفايل اسمه exp2 أنا ودي أكت تحط فيه بس F نروح للمثلاب هذا الفايل الثاني اللي عندي هنا ودي أقول له clear CLC ما ودي شي هنا Workspace ما في شي كان نفتح البرنامج جديد لاحظ هنا أنا قلت save exp2 هذا حطلي فيه F بس أنفذ هذا البرنامج لاحظ هنا ما في شي اسمه exp2 حنوش فايل جديد اسمه exp2 exp2 هذا اوكي إذن هذا exp2 كم فيه variable ما فيه إلا واحد اللي هو F اللي موجود هنا بنفس طريقة كيف ممكن نجيب هذا variable لو بدنا بس هذا variable البقية ما بدنا إياها بنعمل لود من الفايل اللي هو exp2 الموجود أصلا أجيب منه بس القيمة هي F أولين زي ما قلنا لازم نعمل CLC علشان هل ما في شي في workspace لاحظ أنا ودي أعطي هنا الأمر load exp2 F لاحظ هنا ما راح يجيب لي xy F راح يجيب لي بس F أنا ضغط هنا كتب ها الكماند ويندو راح يجيب لنا الفاريابل F أنت هنا تحدد الفاريابل اللي ودك لأنه ممكن البرنامج يكون فيه مئة فاريابل لكن أنت ودك منهم فاريابل محددين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته